عدن تحولت كلها إلى غابة من البردين عدن تحولت إلى فوضى من أحجار البناء تقول هذه السيدة بناء عشوائي في الأماكن العامة وانتشار لظاهرة البسط وصالح الدنهب ممتلكات عامة كصهري جعدن والمتحف الوطني وغيرها إذا كان بسطوا على الأرض وبخرة على البحار والقبال أشعد باقي للمواقع صهري جعدن أحد أهم المعالم الأثرية في المدينة تتعرض لعمليات بسط من قبل متنفذين دون أدنى رادع من السلطات الرسمية يبني هؤلاء بيوتاً عشوائية داخل مساحة صهريج مستغلين حالة غياب الدولة دون أدنى مسؤولية أخلاقية أو وطنية تجاه تاريخ المدينة في مدينة عدن بشكل جنوني طارت الأماكن التاريخية والأماكن السياحية آخرها كان المتحف الحربي وصهريج عدن والله أعلم إيش القادم طبعاً نحن نتمنى من الدولة أن نظر في ذلك الموضوع لردع هؤلاء الباسطين الممتركات الخاصة هي الأخرى تعرضت لعمليات نهب منظمة من قبل عصابات مسلحة تسرح وتمرح في المدينة دون رقيب أو حسيب في مديرية دار سعد اشتعل حريق في مساكن بداية يسكنها مهمشون وأسر فقيرة تسبب هذا الحريق في تشريد أكثر من أربعين أسر ويعتقد أن هناك من يقف خلف هذه الحادثة للبسط على تلك الأراضي التي يسكن فيها هؤلاء خلال الأشهر الماضية ومنذ بداية أحداث انقلاب عدن انتشرت ظاهرة البسط على أراضي المواطنين من قبل عصابات مسلحة ذات نفوذ بعض ضحايا هذه الجرائم تم نهب ممتلكاتهم وفق انتمائهم المناطقي عاد رئيس الوزراء معين عبد الملك لكن حتى الآن لم تشهد العاصمة تحسرا ملحوظا في الجانب الأمني فالمدينة تعيش دون مدير أمن منذ إقالة شلال شائع قبل أكثر من ثلاثة أشهر عدن مدينة السلام ورمز المدنية والتحضر باتت اليوم فريزة للميليشيات المسلحة تعيث فيها فسادا ونهبا في ظل وجود شكلي للحكومة ترجمة نانسي قنقر